تحياتي و أهلا وسهلا فيكم في زلف كلاسيكو بيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع برشلونة نيوز في الفيسبوك و أر أم فور أرب في تويتر و يوتيوب و عبر قناة سلبي سبورت الأكثر تنوان من حيث أشكال و أفكار المحتوى عشان هيك دائما بقولكم تشتركوا فيها مباراة رغم أنها بتيجي في أسابيع مبكرة في هذا الموسم مباراة رغم أنها بتيجي بأجواء هادئة فيها نوع من الصداقة شوي بتحسها بين بيريز و لابورت لكننا بنعرف إنها هدنة وليست اتفاق سلام بأي لحظة رح ترجع تنفجر العلاقات ما بين الاثنين أول ما بيعرفوا إنهم رجعوا بوضحهم الطبيعي بوضحهم القوي زي ما كانت في الماضي مباراة مصرية لكومن مباراة مصرية لمزاج ريال مدريدي اللي بيشعر بالثقة بيشعر بالتفوق بالفترة الأخيرة على برشلونة فكان لابد نهتم فيها نهتم بنتيجتها بغض النظر عن الكلام طلع ميسي ورونالدو وراموس أو مين ما كان مباراة قبل ما بلشت كنت عامل فيديو ونشرته حتى على تيك توك قل بكل المعايير المنطقية أنت بتقول ريال مدريد ماليا مستقر أكثر إداريا مستقر أكثر فنيا عارف المدرب نفسه أنه مكمل مهما كانت النتيجة مرتاح اللي هو أنشلوتي على أرض الملعب بيلعبوا أحسن الدكة أفضل كل الخيارات بتقول ريال مدريد بعيش فترة أفضل يا المدريد المرشح لمستوى كنا نشوف بتويتر الجميع بيقول أنه في ممكن نشوف نتيجة ساحقة في الكام نو وقلت بذلك الفيديو أن الشي الوحيد الممكن يصنع فارق في هذه المباراة هو الجمهور هو الملعب هو المدرج الكبير هو الفريق اللي بيلعب في أرضه مش أكثر ولا أقل ولكن كما قال بيرلو يوما ما الجمهور لن يسجل لك هدفا وفعلا هذا اللي حصل الفريق بحالته الفنية برشلونة بوضعه بحالته النفسية كان صعب جدا نتوقع منه أفضل من اللي صار خلينا ندخل تفاصيل اللقاء بس بذكركم كالعادة تتركوا لايك على الفيديو سواء شوفونا بيوتيوب أو فيسبوك أو تويتر أو انستغرام خلونا نحكي بالتشكيل الأساسية كارلو أنشلوتي بيبدأ بأربعة ثلاث ثلاث رودريغو على اليمين مفضل على هازار والأسماء الأخرى الموجودة عنده مدون ذلك فاسكس يمين متوقعة مندي يصار متوقع كل شيء الثلاث الخبرة في الوسط متوقع فكرة رودريغو أعتقد واضحة للجميع لاعب حركيا أفضل من الأسماء الموجودة لما يلعب على الجناح الهجومي حيث الركض من حيث الجري إضافة إلى شيء آخر مهم من حيث التضحي الدفاعي هو كبير كثير وهو الأقوى وأنشلوتي بيعرف أنه آلباب آخر المباريات هو مصدر الخطر هو مصدر الصناعة فلابد من واحد يلحقه ويظل وراء لحظة بلحظة عشان ما يلحق قلبه وفأتي بأي لحظة من اللحظات على فاسكس لوحده وتصير كارثة الحالة البدنية لمودريتش أيضا مش 100% وبالتالي محتاج أنت لاعب حركي لعبيتات بس بنفس الوقت لما تكون معك الكرة يكون جناح أيمن حقيقي وهذا اللي خلا يفضله على فالفيردي بذلك المركز في حين تفوق رودريغو على الآخرين بناحيته الدفاعية الروح على تشكيلة برشلونة وهي أيضا منطقية بغض النظر شو بده يصير في المباراة أو شو صار في المباراة حتى الآن نتكلم عن المسألة النظرية في وضع التشكيل الأساسي في شكل 4-3-3 اللي بلش فيه كومان آخر المباريات لعب جيد أخذ نتائج كويسة بدأ يبني حالة معنوية كويسة من الخطر والخطأ تحاول تلعب بهذا الشكل أيضا اللاعب الموجودين من جيزة ظهير أيمن أمامه دست معناها الفريق بقدر ياخد شكل 5-3-2 بأي لحظة بدو إياها من جيزة بيدخل قلب دفاع ودستبيا رجع ظهير أيمن وبتصير 5-3-2 فدخل بالشكل اللي بيقدر يلعب 4-3-3 ويلعب بـ 5-3-2 حسب معطيات اللقاء وظروفه منطقيا تحط من جيزة أمام جونيور ربما يكون أفضل مما تجرب روبيرتو اللي بتعاني دفاعيا معه دايما الدقائق الأولى من الشوت الأول بتخلينا نتأكد من خبر وإشاعة كان عم بيطلع إنه دي باي حيلعب جنح عيسر وفاتي حيلعب مهاجم فكرة مش قادر أستوعبها أبدا لأنك عم بتخط فاتي أمام اثنين أقوى منه بدنيا وعم بتخسر فيه شيء مهم جدا من قدرته على المفاجئة بالمساحة اللي بيهاجمها وبسدد فورا وبكون قادم من الخال بتخسر جزء من سرعته بتخسر جزء من قدرته على مفاجئة الخاص من الخلف وبتترك دي باي الأقوى بدنيا أبعد صح أقوى شخصية ربما وعلى الأطراف لكنك هتخسره في إزعاج قلبين الدفاع فكرة أعتقد بعد دقائق قليل أدركنا جميعنا إنها مستحيل تكون هي الفكرة الصح في مباراة زي هاي بدك تجرب هيك فكرة بدك تطورها بدك تبعدها الكلاسيكو بس بقدر ما كان في فكرة سيئة كان في فكرة جيدة مقابلها من كومان كومان كانت بيعرف لقاء اليوم نفسي ذهني لازم أكثر حاجز الخوف دخل بضغط عالي جدا خلى اللاعبين يضحوا بدنيا يستردوا الكرة بسرعة معدل استرداد الكرة لبرشلونة كان ثلاث أضعاف استرداد الكرة ريال مدريد كانوا عم بيخلوا الكرة أقرب لمناطق جزاء ريال مدريد كسبوا الثقة إنه منقدر نكون ند لند في لقاء اليوم تم معادلة نفسية حركة جيدة من كومان نجح فيها اليوم بس رغم إنزعاج ريال مدريد بهذا الضغط بهذا التضحية كنا حسينوا ريال مدريد أهدى شوي وبالربع ساعة الأولى صح ما خلق فرص لكن بالكرتين سواء الركنية أو دخلة جونيو منطقة جزاء اللي كان فيها شو بها ركنة الجزاء طبعا والأثبتة الإعادة إنه ما فيش فيها شي واضح كركنة جزاء بحسين ريال مدريد قادر يهدد قادر يضرب برشلونة 25 دقيقة تقريبا ولا فرصة لكن أول فرصة جاءت جول لازم تكون ديس ضيحة وهون كانت أعتقد منعطف خطير وحاسم للقاء لأنه إذا بدي أكون عادل وأحكي بصراحة برشلونة بالتفوق هذا بالدقائق الأولى بالشوط الأول بالضغط الأول ما كان عم بتفوق بفكرة تكتيكية هجومية ونقول والله أفكار جديدة من كومان كان عم بتفوق بحماسه برغبته بدافع الجماهير تبعه باستعداد كل لاعب من لاعبته للتضحية إلى الأمام والفرق المتحمسة لما تجي لها فرصة لازم تسجل لأنه معروف بتاريخ كرة القدم اللي بيحضر كرة قدم المتحمس لما يضيع بتلقى على طول في المقابل كان واضح عنا إنه ريال مدريد ينفكروا مركز يضرب خط دفاع برشلونة بظهره أكثر من كرة أول ما يفتكوها يلعبوها بالظهر التسلل وقفهم أكثر من موقف ارتدادات آلبة بالوقت الصحيح وقفتهم بموقف أو موقفين لكن كومان واصل الرهان على الضغط وبكرة واحدة وبمرتد متقنة ببلشها جونيور بتوصل بالنهاية لألابة بيسجل هدف صاروخي رائع وأيضا بخليه يسجل أول هدف إله بريال مدريد هدف جاء مرتدة متقنة حاول ريال مدريد يكررها أكثر من مرة لكن مستوى بنزيمة اليوم اللي شوي أقل من المتوسط في الشوط الأول كان واضح للجميع ذلك خلى المرتدات ما تكمل بشكل صحيح ريال مدريد لأنه دخل عنده هذه الفكرة الثابتة إنه كنت أحكي كنت عم بحكي برشلونة عم بنعب بحماس أكثر من الأفكار بالهجوم وريال مدريد دخل بهذه الفكرة الثابتة الواضحة اللي واضح أنه متعلم عليها طبعا الهدف كان خارق للعادي يعني هو أكيد مش غالي الألاب يسجل هذا الهدف الصاروقي يعني طريقة لكن طريقة التنقلات طريقة الدخل في المساحة سحبة بنزيمة كله بوضح لك كان فيه فكرة كاملة عم بيعطيهم إيها أنشلوتي جاهزة لللاعبين أيضا بالشوط الأول شوف لأهمية وجود جونيور يعني أجد أكون عادل في اللقاء فهو متكافئ برشانو عنده إيجابياته ريال مدريد عنده إيجابياته لكن الفارق الحقيقي كان بينهم أنه جونيور فارقي كثير عن مينجيزة ودست مكان عم بفيدك بقدر الإشي اللي أنت متوقع لأنه دست كان كثير بنشغل بمندي أكثر ما بنشغل بجونيور وبالتالي هذا الفارق الكبير على جهة خلى لك قلق خلى لك توتر خلى لك مصدر خطر مستمر 45 دقيقة في حين برشانو ما قدر يخلق هذا الفارق الواضح بلاعب للاعب بأي منطقة سواء بالنص أو بالهجو وهنا كان الضربة الحقيقية فدفع الثمن طبعا بداية المرتدة والهدف والمساحة اللي شفناها واضحة جدا لألابة بجهات مينجيزة اللي كان عم بتراوق في البداية من جونيور في الشوط الثاني قرر كومان يعمل تغيير مستعجل طلع مينجيزة وكأنه بيقوله ببساطة أنت اللي عم تتحمل هذه الخسارة أنا ما بحب هذه الحركات لأني بشعر فيها في نوع من التردد عند المدرب أو الهروب من المسؤولية نعم مينجيزة كان متفوق عليه كثير جونيور بس ما كان متفوق عليه لأنه لاعب ما بده يلعب كان متفوق عليه لأنه مش عم بلقى المساند الحقيقية في المواقف الصعبية كمنظومة على كل حال خارج من جيزة دخل كوتينيو تحول الفريق لأربعة وثلاثة واحد اعترف كومان من تحت الطاولة وقال لك ودي لي باتي على اليسار أنا آسف اليوم كلاسيكو مش وقت أقول أجرب أفكار بلاعبين ورجع دي باي مهاجم لوه لقافي يمين كوتينيو أقرب لرقم عشر حر ودي يونغ وبوسكتش كانوا محوارين الوسط بصراحة ما حسيت كثير تغير في نهج برشلونة بنقل الكرة تاع برشلونة أو نسميه سيابية الكرة أو حتى توسيع رقعة اللعب بالنسبة لبرشلونة ما حسيت في شي كثير تغير بس الشي الأكيد لتأكدت منه إنه كل ما وضع جابي بالثلث الهجوم كواحد من الثلاث المهاجمين دائما جابي بيطلع من اللقاء وبصير بعيد كثير عن اللي انت بتتأمل منه هذا اللعب عشان يطور لازم يعرف مركزه أول شي يثبت فيه ويلعب فيه وياخد خبرة بهذا المركز وبعدين بتقعد تختلع مراكز شديدة لقيله في حين من أول دقيقة وكنا متأكدين إنه الريال مدريد حيلجأ لأسلوب مستفز بوجود كروس مودريتش كاسيميرو ثلاثة خبرة ثلاثة هاديين ثلاثة بيعرفوا يدوروا الكرة ويقتلوا الرتب ويحاول يستفز برشلونة بهذا الشي فبرشلونة يحاول يتحرك شوي شوي كانت عم بتخلخل دفاعات برشلونة وشوي شوي كنا عم نشعر ريال مدريد بيدخل منطقة الجزاء أكثر بفرقك شوي شوي في أرض الملعب وبيكونوا أخطر وبأكثر من فرصة بأول ربع ساعة كان بإمكان ريال مدريد لو لا التسرع أو القرار الخاطئ يحسم اللقاء ومع كل دقيقة دقيقة كنا نشوف ريال مدريد واضح إنه كمنظومة أفضل كانتشار أفضل كلاعبين بيعرفوا بعض أفضل عدم تغيير أنشلت كل شيء تركه يا زيدان كان خطوة جيدة عشان يبلش الموسم من أولها بشكل جيد في المقابل كنا نشوف كل دقيقة عم تمشي إنه برشلونة بيفتقر لذلك اللعب صاحب اللمسة اللي بتخلق فرصة مش ضروري تكون هي مباشرة لخلق الفرصة اللي بتخلق مساحة للاعب بتخلي يعمل بلبل ويخلق الفرصة يعني اللعب المبدع اللعب الخلق برشلونة خلق فرص خلق سجل هدف أيضا زي مش ضرور أكويرو لكن هي حبار عن اندفاعات عن انطلاقات من اللاعبين كانوا متحمسين حابين يلعبوا من أجل برشلونة اليوم وهذا غياب الإبداع لهذا الفرد اللي مش موجود ولأنه المدرب أيضا غير مبدع وما عنده تلك الأفكار الثورية أو الأفكار أفكار المنظومة الهجومية الواضحة لللاعبين بلجأ دائما للوق دي يونغ بلجأ دائما للعرضيات الزيادة عن اللزوم حتى لو ما فيش لاعبين في منطقة جزاء لأنه ما عنده شيء يقدر يعمله وما عنده اللاعب اللي يقدر يقوله خليني أنا أشيلك في هذه الناحية طبعا ممكن تفوز بفريق وتجيب ألقاب حتى لو ما كان عندك الجانب مبدع بشرط يكون عندك نقاط أخرى قوية تكون والله فريق معروف بالحال البدنية القوية بالسرعة القوية بافتكاك الكرة القوي أو بالدفاع القوي وبرشانه ما عنده ولا هذا النوع من الأنواع الميزات الآن ومع غياب الجانب الإبداعي برشانه سيضل يعاني عشان هيك دائما داني أولمو بظل فكرة جيدة ربما أفضل حتى كاستراتيجيا من فكرة رحيم سترلينغ أنه عنده تجد تلك اللمسة المبدعة بما أنه منتكلم عن اللاعب رح يجي مبلغ كبير اللي هو داني أولمو وقال نحكي عن دي يونغ اللي خرج آخر 14 دقيقة في إعلان واضح من كومن أنه بطل يادر يحميه أكثر أي حدا بيشوف دي يونغ في الملعب بيشعر أنه غير سعيد مش مبسوط مش مرتاح شو اللي بيصير معه ما بنعرف ممكن شئ خارج الملعب ممكن شئ مع الإدارة ممكن شئ بغرفة غير الملابس بس هذا اللاعب مش مرتاح وهذا أكيد مش دي يونغ اللي شفناه بأياكس طبعا ممكن البعض يجي يقول للمنظومة التوظيف دوره كل العين تبارشونة بيعانوا من هذا الشي المنظومة والتوظيف ودورهم ولا حدا فيه معارف وين الله حاطته حاليا مع كومن بس الانهيار والانحدار اللي صار معه دي يونغ أعلى من غيره أنا شخصيا أعتقد المشكلة تتعلق باللاعب شاب جاء من آياكس عشان يكون بطل جاء من آياكس يمشي على خطة كرويف والبطولات لكن انصدم أول مرة بعدم لعب دور محوري في وجود ميسي ثم حتى بعد ما طلع ميسي لما كان بيشعروا أن لازم يكون الأهم اتفاجأ أنه الفريق لا يبنح حوله وبالتالي هذا الشيء أعتقد هزه معنويا كلاعب صغير في العمر ودي يونغ مازلت أنا أعتقد عنده كثير أكثر من اللي شفنا منه حتى الآن دي يونغ عم بيلعب كأنه بيلعب اللي عليه يعني كومن بيقوله أعمل واحد اين ثلاث بنزل يعملهم بالضبط وما بيعمل شي زيادة ما بيحاول يعبر عن نفسه ومن هون بحكي ربما تكون مشكلته أنه مش عم بيشعر بأهميته الكافية بالنسبة لمشروع برشلونة وهذه مسألة مدرب وخطاب مدرب وخطاب إدارة للعاد طبعا أكيد لاحظنا أنه أنشلوتي بدور على أنه يطلع بواحد سفر بدقائق كثيرة في الشوطي التالي من تهدئة الرتم من دخول فالفيردي بدل رودريغو في البداية كخيار دفاعي أكثر من أنه هجومي وأنه خيار جيد عشان يحد من قلبه تماما وشوفنا أكيد أنه جمهور المدريدي كان مش راضي أنه إحنا أفضل حالتنا أفضل لعبتنا أفضل ليش عم نلعب ونرجع ندافع ونحاول نفوز بواحد سفر وليش ما نعمل سي اللي كان يعمل برشلونا فينا في الماضي أعتقد هون أنشلوتي يفكر بعقليته الإيطالية بعقليته الحكيمة بخبرته بهدو أني أنا بقدر أفوز أربعة ممكن اليوم لكن ممكن لو غمرت كان حيسجل برشلونا فيه هدف ويجي بالتعادل وهاتلحق بملعب ولو سجل التعادل بأخر ربع ساعة وردت فعله وحماسه اللي بيظهرهم بكل دقيقة فكر بحكمة أكثر من فكر برغبة انتقام ما عنده هده فكر بتسعين دقيقة ما فكر بالماضي ولا فكر كثير في اللي جاي ثلاث نقاط هم المهمين وفادو لأنه فعليا لما حاول يتجرب آخر الدقائق شوفنا برشلونا رح ما يجيب التعادل قبل المرتدة اللي انحسم فيها اللقاء بهدفين طبعا قبل هدف أكويرو خليني أحكي أنه أنشلوتي فكر بهدو فكر بأنه مش ضروري يطمع برشلونا مش يفيد حماس برشلونا مع الحماس مع الاندفاع اللي عند برشلونا زي ما حكيت ما كان فيه أفكار هجومية لبرشلونا كان في حماس وكان فيه رغبة من لعبين برشلونا يعملوا اللي عليهم ويقدموا اللي عليهم من أجل قميصهم هذا الحماس والرغبة لو بلشت تاخدهم رايح جاي في المباراة ممكن يستفيدوا منهم لكن طبعا أنت مسيطر طبعا أنت هادي ممكن تمشي المباراة آخر وهذا اللي حصل فيه نقطة مهمة لازم نحكيها إنه كورتوا كثير فرق اليوم بالكرات الهوائية كثير برشلونا يحاول لعب كرات عرضية لكن كورتوا كان يسيطر تماما على أجواء منطقته كان منظومة صواريخ أرض جو ممنوع حدا يطير ممنوع كرة يطير في منطقته نجاح كبير خفف كثير الضغط على ريال مدريد منع برشلونا من تكرار هذه الفكرة لأنه ما كان عم بيشعر إنها خطيرة من كتر ما رفع عرضيات ودائما للسيطرة لكورتوا وكان عم بيتعمد في شرطه الأول أوضح وأوضح إنه لما يمسك كرة عرضية يلعب فيها عطول على المرتدي على جونيور فصارت عرضية خطيرة على برشلونا بدل ما تكون على مدريد حارس أنا أعتقد شخصيا ممكن طبعا هو أكيد أحسن من كزياس بالكرات الهوائية ونباس بس من أول أنا ما بلشت أحضر ريال مدريد ما إجه حارس بهذه السيطرة في الهواء لهم على داخل منطقة الجزاء بالمجمل اللي حصل منطقي ريال مدريد يفوز برشلونا لعبتوا عمل اللي عليهم مقاوم وحاولوا طلعوا بنتيجة اثنين واحد مش كتير مؤلمة مش كتير مدمرة نفسيا لكنها نتيجة وخلينا نحكي كان في نوع من العجز بالأفكار الهجومية بتخليك تعرف إنه هذا الفريق لسه بالخطوة الأولى في مشروع محتاج سنين عشان يقدرين مش ريال مدريد معنم لعبتهم من سجمين جاهزين اللي هم سنين عم بيشغل عليهم حتى جونيور ولا رودريغو هذول الشباب اللي هم ثلث سنين في ريال مدريد عم بيلعبوا فشخصيتهم أخذت خطوات أكيد أكثر من قابي على سبيل المثال ولما نتخلم عن ثلاثي وسط اللي هو بيلعب مع بعض سنين وخاذ معارك كبرى كل شيء كان عم بفرق لما تطلع بكل خط معظم لخطوط تقريبا ريال مدريد عنده أفضلية الخبرة أفضلية الإنسجام وأفضلية الحالة النفسية لكل لاعب لللاعبين فكانت نتيجة طبيعية بالنهاية هارد لك لبرشريين مبروك للمدريديين وبذكركم تتركوا لايك على الفيديو تشتركوا بالقناة وتتابعوني أنا محمد عوات فيسبوك تويتر وتيك توك أيضا والسلام عليكم ورحمة الله